هذه أبرز العناوين فالتوحي نحن جاهزون لأي منتخب كان في ربع نهائي لا نفاضل بين مصر والجزائر لن تتوقع ما قاله مدرب السعودية بعد الهزيمة أمام المغرب أشرف حكيمي اللاعب العربي الوحيد ضمن تشكيلة الاتحاد الدولي المثالي لعام 2021 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فالتوحي نحن جاهزون لأي منتخب كان في ربع نهائي لا نفاضل بين مصر والجزائر أبرز إدريس فالتوحي متوسط ميدان المنتخب الوطني الرديف أهمية الفوز الذي حققه هذا الأخير على حساب المنتخب السعودي اليوم التولتاء بهدف النظيف مؤكدا في الوقت نفسه أن أصد الأطلس جاهزون لمواجهة أي منتخب في ربع نهائي دون أي مفاضلة بين الجزائر ومسر وقال لاعب السيلي القطري في تصريح لقناة بينسبورت أهنئ اللاعبين وحدا أوفر للمنتخب السعودي انتصار كان صعب ولكن أهم شيء أننا انتصرنا وتأهلنا إلى الدور المغالي اللاعبون أدوا بروح قتالية ودخلوا المواجهة بعزم كبير لتحقيق الفوز وأضاف الدور المغالي سيكون صعبا لكننا لا نفاضل بين أي منتخب سواء الجزائر أو مصر نحن جاهزون وسنحاول أن نبدل قصار جهدين بهدف الانتصار مجموعتنا مستعدة لمنازلة أي منتخب كان والأهم في الوقت الحالي هو الاستمرار بنفس القتال والروح في القادم من المراحل وشارك فتوحي كأساسي في المقابلة التي أقيمت على أرضية ملعب التمام بالعاصمة القطرية الدوحة مجاورا في خط الوسط كلا من محمد علي بمعمر لعب اتحى الطنج وأيمن الحسوني صاني وألعاب الويداد الرياضي وأنهل أصوض دور المجموعة في الصدارة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط وسيواجهون صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بين الجزائر ومصر قال مدرب المنتخب السعودي لورينت بونادي إن هدفهم المعلانة هو التواجد في مونديا القطر على العام المقبل ويودع المنتخب السعودي بطولة قأس العربة المقامة حاليا في قطار بعد الخسارة أمام المغرب بهدف النظيف وتابع مدرب المنتخب السعودي في تطريحة تلفزيوني عقب اللقاء كانت مشاركة جيدة وخرجنا منها بالعديد من الفوائد بغض النظر عن النتائج لعبنا أمام لاعب أصحاب خبر واستفدنا من هذه التجربة المنتخب المغربي منتخب قوي جدا وهذه المشاركة تمنح اللاعبين الشبان الخبرة المطلوبة وأكد أن هذا المنتخب سيكون أحدى الروفد المهمة لدعم المنتخب الأول ببعض المواهب التي أثبتت نفسها وتستطيع تقديم الإضافة سنسعى لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المشاركة ودائما أقدر من ينظر إلى الأمور بإيجابية وختم حديثه سنركز حاليا على هدفنا الأساسي وهو التأهل لمونديال قطر 2022 ومواصلة النتائج الإيجابية وتجهيز المنتخب للمشاركة المشرفة يذكر أن المنتخب السعودي الأول يقود الفرنسي هيرفيرانار ويحق نتائج مميزة في تصفية المونديال وبات قريبا من حجز مقعده رسميا في كأس العالم أشرف حكيمي اللاعب العربي الوحيد ضمن تشكيلة الاتحاد الدولي الميتالي لعام 2021 أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الثلاثاء التشكيلة الميتالية لعام 2021 وشهدت اختيارات التاريخ والإحصاء السبعاد المصري محمد صلاح نجمول فيربول والفرنسي نغولو كانت لعب وسط تشيلسي من التشكيلة الميتالية ويقدم صلاح مستوية متميزة مع الفيربول في الموسم الحالي ويتصدر قائمة هدفة البرامراليق في حين لعب كانت دورا مهما في فوز تشيلسي بالنسخة الماضية من دور أبطال أوروبا في الجهات المقابلة يزين المغربي أشرف حكيمي داهرو باريسان جرمان التشكيلة وهو اللاعب العربي الوحيد بها وجاءت التشكيلة الأفضل لعام 2021 كالآتي في حرص المرمجيان لويجي دون روما في الدفاع أشرف حكيمي بونوتشي روبان دياش ألفونسو ديفيز في الوسط جورجينيو كيفن دي براين ليونيل ميسي في الهجوم كريسيانو رونالدو روبرت ليفندوفسكي وكيليان بابي الحسوني يتوجه بجائزة رجل المباراة في مواجهة المغرب والسعودية توج أيمن الحسوني رجل للمباراة التي جمعت المغرب بالسعودية لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعة لكأس العرب والتي تصدفها قطر حتى الثامن عشر من شهر دجمبر الجاري وحضر لعب الويداد الرياضي بشكل أساسي في مباراة اليوم للمرة الأولى له رفقة المنتخب الردي في كأس العرب حيث قدم أداء جيدا دفع اللجنة التنظيمية للمسابقة لاختياره كأفضل لاعم في المواجهة وتغلب المنتخب المغربي على ناظره السعودي بهدف نظيف من توقع كريم بركاوي لينهي دور المجموعات بعلامة الكاملة ضاربا موعدا في دور الثمانية مع وصيف المجموعة الرابعة بين منتخبين مصر والجزائر بالصور المغرب يهزم السعودية بركلة جزاء وصل للمنتخب المغرب عرضه القوية في كأس العرب إذ أضاف الأخضر السعودي لقائمة ضحايا حيث فاز الأسود بهدف لسفر وأوقيمت المباراة في ختام مباريات المجموعة الثالثة من البطولة ولحق المنتخب المغربي بالمنتخب القطري على مستوى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بثلاث انتصارات بفضل هدف كريم البركاوي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة الآخرة من الشوط الأول ورغم إقحام مدارب المغرب الحسين عموت عددا هائلا من البدلاء أمام السعودية اليوم لكنه استهل المباراة على نحو المثالي التحكم في أجواء اللعب عبر تنوع الهجمات وكادت تمريرات الضهيرين محمد نهير وحمز المساوي المحكمة أن تطمر هدفا أول بواسطة كريم البركاوي لو لا تدخل لعب محمد القحطاني في الدقيقة السابعة كما تنوعت الهجمات المغربية عبر العمق وأبرزها كرة محمد علي بمعمر في الدقيقة السابعة عشر التي انبرى لها المدافع أشرف ضاري بالرأس ومرت بمحادة قائم الحارس زيد البواردي في المقابل لم يبادر منتخب السعودي للهجوم سوى في فترات متباعدة بواسطة فرس البريكان وترك العمار بينما لم تشكل محاولاته أي قلق على الحارس عبد العليم حمدي وترجم المغرب أفضلية في آخر دقائق الجولة الأولى بضغط قوي أتمر ركلة جزاء إصطادها كريم البركاوي لعب الرائد السعودي بعد عرقلته من الحارس السعودي ونفذ البركاوي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة السادسة والأربعون ليختتم الشوط الأول بتقدم من مغربي وكان متوقعا أن يبادل المنتخب السعودي للهجوم وطلع الشوط الثاني لتعديل النتيجة وتصحيح أوضاعه وحملت الدقائق الخمسة الأولى من هذا الشوط انتعاشة ملحوظة في أداء الأخضر وفي الدقيقة السابعة والخمسون خضع الحكم أندريس موتاتوني لاختبار مركب بعد سقوط ترك العمار تعم عبد الله الحمدان على حدود منطقة جزاء لكن بعد العودة للفار لم يحتسب الحكم أي مخالفة ضد مدافع المغرب واضطر مدرب السعودية لوران بونادي لإجراء تغييرات فأخرج سورك العمار وعوضه بعبد الهادي رضيف لكن الأداء السعودي لم يتحسن وعاد المغرب لبسط سيطرته مع إهضار فرص أخرى وقف خلف التنائي كريم بركاوي وصفيا الرحيمي إدفاق مجموع تسديدات المغرب 12 تسديدة مقابل تسديدة واحدة للسعودية في آخر ربع ساعة دفع موت بالتنائي إسماعيل حدد ومحمد الشيبي في محاولة لتعزيز آداء الأطراف وتعزيز التقدم بهدف آخر وتواصلت متاعب السعودية بعد طرد اللاعب عليم قرشي في الدقيقة التاسعة والسبعون بعد حصوله على الإنضار الثاني بعدما أعقى صفيا الرحيمي وأنهى المغرب المباراة بانتصار تالي توليا في صدرة المجموعة محققا فوزه تالي تاريخيا على الشقيق السعودي اشتركوا في القناة